نذكر بيانوسف الدين مخلوف يكون نضيفنا بعد موجز ما دي ساعة ولو كودكر. لوت فيلم رايحي يتحدث ويقول قاعدين ينعيشوا في قوسين متاعة تتمة لمهزلة ألفين واحدش. قلت لي خرج بخمسة عشرين ستة عشرين جويلية ألفين واحد وعشرين. قلت انقلاب وهذي المية وهذي الغطاس. ما يحب على السلطة. تفضلها السلطة. السلطة توا عنده أكثر من عام وربعة شهر ولا قداش. وهو توا في الماسك بالسلطة الكل. والأوضاع قدام التوانسة. أنا مانيش مش نوصفها الأوضاع هذه التوانسة يوصفها واحد. هذا اللي عايشينه البعونتاز تتمة للمهزة اللي صايرة من ألفين واحدش. هو مهزلة يعني اللي وصلت للذروة متاحها. مهزلة مهزلة. إبراهيم. مهزلة يعني مهزلة من ألفين واحدش. يعني إحنا وكاننا عايشين يعني في مسرحية. مسرحية معاتها ولا لا نعرف. ولكن هي هذينا قاعدين عايشين. ولكن كان كل واحد ما يشاركش في الحكم. يعتبر الفترة اللي هو ما هوش كان حاضر فيها مهزلة. إيش عمالنا هنا. متى يتحدث عن مهزلة في اللبسولو. لطفي المرايحي. لطفي المرايحي. مرايحي عفوا. لطفي المرايحي كانوا عنده ممثلين في المجلس النواد. بالتالي يعتبر كالكبار هو شريك في الحكم. في المهزلة. المهزلة اللي صارت في المرلمان والبرلمانة. نعتبروها هذك هو الباسيوم تاع المهزلة الكبرى اللي صاير فهمت. شوف. يعني إحنا حكينا البارح وقلنا توا. كل ناس كله في التشخيص. الناس كله في التوصيف. الناس الكله يعني في النقد. الناس كله حتى في الهجومات المباشرة وغير مباشرة. فهمت على السلطة القائمة ولا السلطة اللي كانت موجودة. في العاشرة السنوات الأخيرة. ولكن إلى حد الآن مرينيش أصوات فهى نوعا ما ذرة من العقل باش تقدمنا البدائل باش تقدمنا البرامج باش تقدمنا التصورات باش تنظر للمستقبل. قاعدنا تتوى احنا مركزين على ما بين ما قبل 25 جويلة 2011 ومن 25 اعفوا 25 جويلة 21 الى غاية اليوم التاريخي اليوم نتحدثوا فيه. قاعدنا مركزين كان على الماضي وعلى الحاضر. مرينيش نظرة استشرافية نظرة استباقية نظرة مستقبلية الشباب هذاي الي ينتظر فينا. عشني النظرة انت اللي باش تعتهيروش باش تقولوا الشباب هذاي. وانا قلت فما ثلاثة حاجات اللي قاعدة تدمر في العائلات التونسية وبالتالي تدمر في الشباب اللي هي المخدرات. شوف نسبة الشباب الموجودة توا في السجون تقريبا اكثر ما نحبش نعطي رقم لغودو ترسيلي على الارب وخمسين. ولكن على الاقل الارقام مرتفعة. شوف نسبة الشباب الحارق. البطال. ايه معناه ايه معناه حابيت تقول غياب غياب البديل. غياب البديل. ما فيماش بدائل تماما. كان التشخيص. كان التوصيل. تعرفش عنيش. خلينا احنا نوصفه. احنا هنا نوصفه. لان احنا احنا مش مطلوب منه باش نعطيه تصورات. احنا ماناش لسياسية. مانو دلموش زادة الناس اللي ربما قاعدة تنشط. فما ناس عندها توصيف. وعندها تصورات. عنده تصور كيفاش يراه الدولة وكيفاش ينجم. معناها يلقى الحلول لكبرى الملفات. والسيد لطفي المرايحة من الناس اللي سبق وشارك في الانتخابة الرئاسية. وخرج للناس وتحدث على رؤيته على برنامج الانتخابي. سمعنا معناها في اكثر من مرة سيد فاضل عبدالكافي يطرح رؤيته لكيفية اصلاح البلاد. سمعنا عابير موسي في اكثر من مرة عندها برنامج جهاز. يعني القيادات الموجودة السياسية في البلاد عندهم برامج. مبعض تتناقش برامج هي مش هي دي كمسألة. شنو خليها ما تتسمعش. ما خليها ما تتسمعش لهم ما فهماش حوار لا سياسي ولا حوار مجتمعي ولا حوار اقتصادي. نحن في وضعيا فهل الشخص الذي يحكم معناها بحكمه وبتصوره وبنضته ومش قابل حتى معناها نقاش مع اي طرف مهما كان معناها نوعيته او ميولاته او خلفيته او ديولوجيته. او حتى كفاءته. لانه عنا كفاءات ما هيش مسايسة ما هيش متحزبة وما هيش متأدلجة. عنا الالتكنوترات كبار الشخصيات ترفل بيهم وتزخر بيهم الجامعة التونسية مراكز البحوث وفيهم حتى شكون اليوم قاعد يشعى على مستوى عالمي. ومع ذلك ما فهماش كون ينصت لانه رئيس الدولة عنده رأي واحد خطة واحدة توجهة واحدة رئيس الدولة يصر على اخضاع الزمن الاقتصادي والاجتماعي للزمن السياسي. الزمن سياسي هو الزمن امتاع رئيس الدولة. لطفي تو انت تقول رئيس الدولة. تو رئيس الدولة شدهم قالوا ما تخرجوش للشعب وما تعملوش اجتماعات عامة وما تقنعوش الشعب ببرامجكم وما تخليوش الشعب يخرج فيه مظاهرات. منحوه من هاذا رئيس الجمهورية. هذي مسألة. هذي مسألة. ليه مش هكيكة. وكأنه اليوم فما سباق بين السلطة القائمة وبين المعارضة على شكون يودين اكثر عشرة سنين اللي فاتوا بش هو تطلع كوتو عند الشعب لطفي. لا تقول لي عدم اه وقلة الحضور في الشارع متفق معك. هذي معنات ليم. صحيح تليم عليها هذي العزاب على عدم قدرتها على تجنيز الشارع. ما شوف ناش يعني ابر النهضة. ودستور الحر ما شوفناش حزب قادر انه يجيز الشارع ويعمل اجتماعات ميدانية يلتقي بانصاره يحشد مزيد من الانصار لانه انت اذا كحزب معارض اليوم موجود في تربة سياسية اجتماعية خصبة جدا امام تضهو المقدرة الشرعية امام انهيار معناها الاسعار اه انهيار الاجور اماما واماما واماما اذا في الفترة هذه هالكتلة الاجتماعية المتضمرة والمتمردة والغاضبة ما لقاتش شكوني اقترها شكوني قدم لها خطاب مقنع خطاب بديل. فهذا بطبيعة الحال تقصير من شيرة وربما زادها عاجز حتى من قبل السياسيين المعارضين. ربما هما قاعدين يعتمدوا في معناها اه خطابات في لغة في اه معناها حاجات متأكلة مهترأة ربما ما عادش تلقى صداء عند عام التتوانسة وبالتالي لابد زادة من مراجعات عميقة على مستوى الخطاب السياسي على مستوى الطروحات على المستوى المراجعات يعني ما شفنا حتى حزب سياسي معناها تحمل مسؤولية في العشر سنوات الفات خرجوا قال انا نعتذر رانا ارتكبنا اخطاء كذا وكذا هذا تقريبا ما سمعناش ومرنا مباشرة الى الصدام بين الاحزاب هذه ومنظومة خمسة وعشرين جويلية منظومة خمسة وعشرين جويلية تقول لك ما يحصل الان هو معناها تركة بتاع عشر سنوات ومنظومة اربع وشرين جويلية تقول لك خمسة وعشرين جويلية اخذت وقتها واكثر من وقتها وابانت على عجز اكبر حتى من اللي كنت انا معناها موجودة فيه. في عشر سنين. الجامعي والخبير في علم الاجتماع مودي قاسومي يتحدث عن استراد الكماليات ويقول ما يكلف الدولة حتى شيء. مربوطة بك سياسة الاقتصادية سنسميناها ذات يوم. سياسة تعويض الواردات اللي هي مصيبة زرقة فراحنا بها في السبعينات ولكنها قلبة الهرم. في عوض الأولويات ما تترتب وقطاع الأوليين. قطاع الفلاحة والأمن الغذائي ثم القطاع الصناعي ثم الخدمات نحن قلبنا الهرم. ومشينا النتيجة الواضحة اللي هي الفوضى النقدية اللي نعيشها هاتوا نحن. هذا طبعا على خلفية ترابة ميكلة مسايد رئيس الجمهورية وقت اللي قابل رئيس الحكومة وتحدث على ضرورة ترشيد الواردات وتحدث كما كان يحكي تابة مودي قاسومي على الكاماليات على العطورات وعلى الميكلة متاع الحيوانات إبراهيم الوسلتي. والله احنا كنا تعرضنا البارح لما ورد في بلاغ رئيس الجمهورية أثر اللقاء السيدة رئيس الجمهورية بالسيدة رئيس الحكومة وتعليقه ومطالبته كونه الحد خاصة من هكذا التوريد النوع ذلك كنت أحكي عليه العطورات والبعض الأكلات المتاع الحيوانات. وقلنا بالنسبة للوزارة المالية عادة تعمل مشروع قانون المالية تحدث فيها نهي يعني المواد الموردة والمواد الموردة هذيك تخذع أولا فما مواد لتخذع المراقبة الصحية كما نحكيو عليها وتخذع أيضا إلى الأداءات لدخل فروس للدولة لأنه ذيك الدخل فروس. وقلنا رأوا فما باب متعلق يعني بالمواد الكيميوية والسيدة الهنية والطبية فها تسعة مواد البابة ذيك في تسعة منها العطورات لبروديكوسميتيك هذونا لبروديكوسميتيك عادة تاني تم توريد المواد الأولية لصنع لبروديكوسميتيك هذو اللي هنا ما فيه من العطورات بتباية الحال. وكما ذكر البارح السيدة عزيزينا سعدان ذكر يقول هذا يرى تقريبا لا تمثل شيء دون الأربع في المياه من الواردات في حين أن الواردات الأخرى متاع بضاعة اللي هي مصنعة في تونس لكن باقي قاعدين نوردوا فيها والأرقام فمزوز أرقام اللي عطاهم السيدة عزيزينا سعدان أرقام الحق خطيرة وخطيرة جدا يقول لك تو احنا وصلنا 16.8 مليار دينار العجز التجاري متاعنا منهم تقريبا حوالي 10 مليار للصين وأربع مليار للتركيا هي لا متاع باش نقعدوا احنا نتواصلوا باش نوردوا ننبرتكوا أي بضاعة من الصين شفتك الفارع ديكة بتاع السورية ديكة بتاع الأورديناتور ولا يكتشفت أنا البقى الشيء استمارة وحتى الخيطة مصنوعة في الصين غريبة حتى الفيران مناش مش نصنعوها لنا في البلاد غريبة بالحقرة وغير مقبول هذا نفس الشيء بالنسبة لتركيا خلينا خلينا شوية لطفي هل يحق لي رئيس الجمهورية بأنه اليوم يكون دوره كي ما دورك ولا دور براهيم يعاية لرئيس الحكومة قدامه ويقول لها عليش عنا عن البخفان من برة وعليش عنا مكلة القطط والكليب من برة وعليش وعليش رئيس الجمهورية اللي كنا نحكي وتوى على مرسوم مدد فيه مسألة طرح الغرامات متاعلى رينو عليش ما يخوش مرسوم يقضي احنا الحكومات المتعاقبة رفعتنا شعارات الكبرى متاع ترشيد التوريد وترشيد التوريد وسيوسف الشيد نعفق الحملة اللي اعمالها متاع الاصلاحات الكبرى وبش يبدأ يرشد التوريد لكن ريال ما ما يصير حتى الشيء هذا اذا ما نلقاوش بعض الاطراف اللي حكمت يمكن امبليكية حتى في مؤسسات متاع اللي تجيب معناتها الماركت من الخارج وغيره وقتش نتعداو الى مرحلة التنفيذ لطفي العمالي دونك تقول انتي اوني باسور تيدو لابيرش لا يابيدا نفس الحكاية لكن التسويق فقط يختلف وما توقعناه وما انتظرناه يعني على الاقل معاش ننتظر امام ما انتظره عموم التونسيين من رئيس الدولة ونحن في هذه الازمة الخانقة انه في لقاءه مع السيدة رئيس الحكومة يعلن لنا على القرارات اللي خداها يقلت يعمل الاجتماع كيف نهاكي يقول قررنا ننقذ الاقتصاد الوطني ونحده من التوريد وخاصة التوريد العشوائي بما في ذلك التوريد في الكماليات لما أنه نقدر رئيس الحكومة وانت تشكيلها وهي تسمع فيك وقريبة تقول ماشاء الله صراحة حتى القدرة التسويقية لهذا الخطاب ما عادت استنطاليات ما لناه ولا نوع من معناها الشيء المعتاد طحونة الشيء المعتاد يعني رئيس الدولة اليوم مش مطلوب منه لا بش يتضمر ولا بش يغضب ولا بش يتسائل رئيس الدولة المطلوب منه اليوم بعد أن استفرد بكل السلطات أن يتخذ القرارات ويقدم الحلول لكن هل أنه رئيس الدولة هو رجل الاقتصاد لا هذه المشكلة الكبيرة يعيش فيها تونس اليوم وتحتاج فيها سياسة اقتصادية تقوم على مبدأ الانقاذ وعلى الاستشراف هذه تحتاج إلى عقل اقتصادي كبير تحتاج إلى كفاءات تحتاج إلى فريق عمل يجتمع بصفة دورية لم تكن يومية لدراسة الآجل والعاجل وتقديم المقترحات للسيد الرئيس باش هو ربما يبحثها مع السيدة الرئيس الحكومة همانو رئيس الدولة يختفي مدة ثم يخرج وقت يسمعنا نتحدثوا على ضرورة ايقاف التوريد والاتفاقية المختلة مع تركيا والتركيز على الفصل اثناش في معناه اتفاقية منظمة التجارة الدولية اللي تنص في الفصل هذا انه اذا اختلت الاتفاقية التجارية لترف بلده على حساب بلده اخر افاق تونسي اكد بانو الاتفاقية مع تركيا تراجعت في الفين وثمنتاشرة ولا لا بتحطي تفاهبونوت اكثر لتركيا موجات تتفكروا في المجلس النواب عملناه شاياك الفصل اللي بمقتضاه يتم الترفيع في الاداء الديواني على البضاعة اللي جاية من تركيا الى حدود الخمسة وتسعين في المياه تتفكروش الليلتها وقت يحتجوا نواب حركة النهضة وغادروا البرلمان غضبا على هذا الفصل ثم مر هذا الفصل على اساس انه يكون معناه لمدة عامين فقط العامين هذوما انقضاوا تقريبا في عام معناها عشرين وشوف فاكتة 18 و 19 عشرين تبقت او لما تطبق وبالتالي كان على رئيس الدولة مش بشيطلع مرة اخرى بخطاب شعبة وشني الجوهر متاعه والخطاب هذي الفصل متاعه مرة اخرى رأوا اذا عندكم مشاكل ياتوانسة رامل متسببين فيها هم الاثرياء الاثرياء من النساء اللي وكلوا في حيواناتهم واللي يعملوا معناها في البرفاندوليوكس ويعملوا في المواد التجميل هذا كتجراتي الخطاب طلقة هذا هو الخطاب الشعبي اللي معناها وفي ليه الرئيس توا عنده تقريبا ثلاث سنوات رأوا الحل معناها افراغ خزاء الاغنياء ومدهل الفقراء وهنا هو مش فاهم اللي يرى وقاعد هازنا الى عدالة توزيع الفقر في تونس لاكثر ولا اقل لما انا حبيت نرجع فقط للمرحوظة متاع اه تصريح متاع الزاتيقنا مولدي جسومي تقول استيراد الكامليات له قدرة تشغيلية كبيرة هنا رأني اختلف معها اختلاف كبير لانه يزموا يعرف مثلا ناخد حكاية لقلوب البيضة اللي قدت الى افلاس فلاحي باجا نحكو على اربع الاف معناها اكتار تقريبا في باجا ومئات ولان لم تكن الاف العمال اللي تم تسريحها نحكو على كل البيضة مش كل كماليات كل البيضة مش كل كماليات شبا تفترها انت وبتعشها تداخلها في كماليات خلنا تحدثي بجدية جي تاخد مثلا قطاع النسيج اها بتشوف انت في الساحل الكل واللي النسيج كان مفخرا مفاخر تونس وتعرفوا معناها الناس كلها مش مش نعاودوا اكبر مستدفة في وقت الماكن ادخلنا معناها في الطوب تاني العالم ونافسنا حتى الصين بالبضاء المستوردة من تركيا ومن غير تركيا ومن الصين بعديد الورشات والمعامر والمصانع اغلقت وتحول اصحابها بما في ذلك اللي جاء الاعمال الكبار في تونس الى وكالاء لمركات وشركات تركيا وبره وعملوا دورة في سكرة وعملوا دورة في الافونير وشوفوا معناها في اللايك تلقوا كبرى المركات التركية عوضت المركات التونسية اللي لبستنا في سنوات ثمانينات وتتسعينات اشكون اليوم في هذا الظرف الصعب ياخذ قرارات حماية للاقتصاد الوطني ملاشتوني. وقتاش تاخذ انت القرارات. القرارات تاخذها وقت اللي تبدأ عندك وعي ومعرفة. اولا بحقيقة. هواعي هو هو عنه هالم اللي ما تقول للمواد ذي. اختي تطلع تقول لي مواد كمالية اللي يحكي عليها. تعلم قداشي انت عيحكي عليها. 0.0.7. وكي تزيدها الماكلة عشاك انت عليك. ليه؟ كلهم هيمة والواحد 160 مليار. نحكي على الحاجات الكبيرة. نحكيه مثلا على معمل اه شا اسمه هذك اللي بتاع الساحل. اه اذا تريدو سعيد. هذك اللي جاء ولا تراك. عملوا شريكة كيف. اي اي اي. عملوا شريكة كيف. هش سميها؟ احنا ما اسموا اهماس. سميه هما اهماس. وصيدة وخدموا على اللون وعالتزوير. حتى معناها حتلوا السوق التنسية. يا لوت الدول هاي تفرض عليها انتي بيش تشري من عندك الزيزيتونة والدجلة والبوتخي. واي واي واي. وتحبها هي. موش صحيح. وتحبها هي متوردلكش. موش صحيح لانا. احنا نحكو. لا لا لا. للشانش. للشانش فيه العدل. الحد الادنى. وقت اللي تستعمرني انتي وتولي مخلة جدا. لا 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 لا. ما استعمرتكش بالسير. ما في فترة اتباعة تفاهل البلاد. عارض. ما في فترة اتباعة تفاهل البلاد. وقت اللي السياسي اللي حكموا البلاد. تحولوا هم ابيدهم الى وكالاء لتشاركات تركية. وقت اتباعة تونس بالقطعة. هني كنت نحكي لك على ش صار في مجلس النواب الشعر. اخي نسيتي فيلسوف النهضة ابو يعرب المرزوخي. وقت اللي ادهرت الليرة التركية. قال للتوانسة. حاولوا كيفاش تمشوا بتركيا. كسويح. باش. 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 تنقضوا الليرة التركية. هاي الناس لعاك. مات كيفاش كانت تفكر. اش تقول لي. عاجتنا فرصة وتعام. عاجتنا فرصة وتعام. هاي سني لعام دول فرصة. في موضوعا اخر. الوزير الشؤون الخارجية الاسبق والديبلوماس احمد دونيس يتحدث عن فوز اليمين المتطرف في ايطاليا. هي ظاهرة مايش معزولة. طبيعي انها تظهر في الجنوب الاوروبي في ايطاليا. وباش تتعمم. كانت مهدى فرنسا ومهدى الدول جنوب اوروبا. كيف ما تأكدت في الشمال في السويد. انا اعتقدة باش اثر لان الضغف والسياسة القمع اللي باش تظهر في ردة الفعل الحكومية في اوروبا باش تكون اشد مما كانت. معناه باش تعتمد قضية الهجرة باش تقوي اللهجة على الحكومات المعنية. معناه باش يولي انصر ايطالي ينرد على السلطة الاوروبية المركزية حتى تكون سياساتها مع دول شمال افريقيا. وخاصة تونس وليبا تكون سياسات متشددة يعني سلبية الى حد ما. سياسات متشددة ونعرف وانا حتى رئيس الحزب الفائز تحدثت في برنامج الانتخابي عن ضرورة التجديد في السياسات هذه على مستوى الامن. اكدت برشة على المقاربة الامنية يعني اليوم ربما يصير حتى نكون فليا على مستوى المنظمات الدولية لحقوق الانسان واللتعامل مع هؤلاء في البحر معناها بمقاربة امنية. انا ذكرنا ذكرت انا سابقا في البرنامج هذا بالشعال اللي رفعته بديوع لباتري لفمي يعني الرب والوطن والعائلة بالنسبة لها مش تحب تعاود تقول لك الرجع ايطاليا كما كانت ونعرفوا احنا الميولات متاحها ونعرفوا احنا المرجعية متاحها هي مسوليني وهي تتباهى بذلك ونعرفوا ان بالنسبة لها تقول لك تعتبر وانا تواجد المسلمين على الاراضي الاوروبية بصفة عامة وخاصة في ايطاليا بصفة خاصة تعتبروا ذلك النوع ميناء الغزو وتقول انه لا سبيلة اليه المسلمين اللي ما يمنوش بالقيام متاعنا فما عديد البلدان الاسلامية الاخرى نجم ومشيولهم ولا سبيلة اليه باش تصبح ايطاليا في يوم ما دولة مسلمة هذا الشعار متاحها وبطبيعة الحال وقد تلقى معها هو البرامتاع هو برلوسكوني ومعها خاصة يعني اللي كان وزير داخلية سابق فهمتني ورئيس حزب الكتلة والحاجة كهيكا شنية رئيس حزب فهمتني اللي كان وزير داخلية سابق الرابطة الرئيس حزب الرابطة اللي هو يربما يرجع الوزارة الداخلية اللي بنسبة لي المهاجرين اللي جاين من تونس ومن ليبيا بالاساس ما يتجاوزوش عرض البحر لاكثر ولا قد ماشين لمشهد معناها سياسي اقليمي متغير جدا بمعنى انه السيدة هذي اللي وليت اليوم شتولي رئيس تحكومة في ايطاليا سبق ودخلت فيه معناها تجاذب لفظي قوي جدا مع الرئيس الفرنسي يمانويل ماكرون قالت له بالحرف الوهد انتهى العيد خزرت قال تروا ماكرون هذا اللي قال احنا ليتاليين معناها على اعساس المطرفين ليتاليين من امثال هالناس ما هم الجديين ونا هاسموا قرفين ش قتلوا يا ميلا بيمان قتلوا الناس اللي مش مسؤولين والمش جديين هما اللي قصفوا ليبيا ودمروا ليبيا علش دمروا ليبيا وقتلي كانت ليبيا بش تمضي اتفاقية بين القدافي وبرلسكوني بمقتضاها تحصل تاليا على حاجاتها من الغاز والنفط من ليبيا تم قصف ليبيا باسم دعم الثورة من خلال حلف الاطلس بقيادة تاليا بقيادة فرنسا خاصة قتلوا انتي وقتلي قصفت ليبيا الحقد بها كل هذا الدمار تسببت في انه ليبيا اليوم ولت هي بلد هجرة معناها غير شرعية الى ايطاليا قتلوا وهنا احسنت الكلام صراحة مش كل واحد ياخد حقه قتلوا راب لا مجالة الحل قتلوا مش في نقل الافارقة لأوروبا الحل هو في اعادة ثروات افريقيا للافارقة حتى يستقر الافارقة في افريقيا جبدت له المثال قتلوا باريز اليوم الضوة متاحة 70% من ايضاءة باريز منين جي جي من اليورانيون متاع النيجر قتلوا في المقابل النيجر 90% ملاها غارقين في الظلام وبالتالي فكرتني انا في الكلمة اللي قالها مرة جاك شيراك وقت سألوها على فرنسا والعالم الثالث قال لهم لو لا العالم الثالث لكانت فرنسا عالما ثالثا شكري حمد رئيس النقابة الوطنية الامنيين يقلنوا طالب النيابة العمومية بالكشفي فيما نسرب فيديو 600 مليون هنا نحنا نتارضوا سيد المثال ابن العمومية انو اليوم نفتحوا بحثي هنا ونعرفوا شكو دي سرب الفيديو يخي ما تعرفوش انتو مموت عارفو تاو بلايسي شوكو نكون سرب ما ينجمش كل عادل منفذ فهمتوه موجودين والعادل منفذ والامنيين الموجودين احنا احنا موجود واحد منا في الكلمة من المال وضبط العادلية موجودين زود اطراف هاي شخص غير هي ما شفهمش الممثل بتاعكم مش كوني لانو صورة راو مما مانونا نحكيو على صورة امنيين صورة امنيين الصورة اللي صور بيها في الفيديو شوفوا بيها الصورة مناعة بطريقة خبيثة جدا موتمة لانتي عندك فكر على وقعة مناعة شارعة تونسي انو حل يلقى 600 الف دينات في مقر نقابة عندي فكر على وقعة شارعة تونسي وهي كانت العاية منها انو الوقعة ذا كثير على شارعة تونسي معنى انتم امنيين في بعاظكم فمش كوني صوركم هذا اللي فهمت ام انت تحبش تقولها مباشرة انا عرش انا انا ما عنديش واضح انا فهمت بيه اي لانا مش كوني فهمت انتي اما زود مزاقة العادلية موجودين العادي مش كوني توجه لانتي هاي هو اخطر ما يمكن انه سير قاعدين يعيشوا فيه اليوم وانه اليوم تنقسم المؤسسة الامنية يحكي على نظرية مؤامرة رئيس النقابة وضرورة بفتح بحث في من صور ومن سرب ومن نشرب اذا يفكرني واختري تم تسريبك الوثيقة اللي جات نسيها علش قطلك من صوره ومن نشرة اغتيال الشهيد محمد البراهمي قبل بخمساشين يوم بعد تم فتح بحث تحقيقي في من سرب الوثيقة مش في من اغتال محمد البراهمي طيو احنا فهمة ستمائة مليون لقاوها في خزنة ارزم ارزم ياما اهم كون نعرف ستمائة مليون هذه كيفاش وصلت غديكة وعليش تحطت وباي طريقة ومن جات وعليش كيفاش في تم استعمالها ولا شكون سرب الفيديو هذه غير مقبول تماما خاصة وقت ليجي من مسؤول نقابي امني هذا غير مقبول تماما ونعرف واحنا توا قانون الارهاب وغسيل الاموان راهو يحجر تحجيرا باتا كونه يكون عندك اكثر من عشرة ملايين نقدا ما اللي فاتوا عشرة ملايين راويت عشرة ملايين لا عشرة ملايين هذي القانون بتاع الارهاب فمن اكثر من عشرة ملايين نقدا البقية الكلة يتم حجزها الى ان تثبت انت مصدر حقية متاعها مع الاسف هذا اللي قاعدين عايشينيه اليوم احنا مضى بينا وزارة الداخلية والقضاء خاصة يكشفلنا شنية حكاية الستمائة مليون اذا كان عندهم حق النقابة صحتهم واذا كان عندهم مش حق اخوية خلي القضايا يخو مجرعها لطفي فيديو صادم ستمائة مليون في كافر متاع نقابة امنية انا يظهر لي المعنى الخطير مش في الحكاية هذي انه مبلغ ستمائة مليون في مقرد على نقابة امنية تعيش في مخاذ ان لم يكن الصراع وصيدان المشكل ننظروله من زاوية اوسع وصراحة اخطر انه المرة هذي الازمة تندلع داخل اجهزة المنظومة الحاكمة والمنظومة الحاكمة هذي تا 25 جوليا تمثل فيها وزارة الداخلية الوتد الذي تقريبا معناها تتكأ وتستند اليه المنظومة المرة هذي المشكل والخطر مجيش من خارجها مهيش مستهد فمي للخارج كما يقول ذلك كاميراره انتكران السيد الرئيس المرة هذي المشكل داخل هذا الجهاز داخل هذه المنظومة وصراحة ما نحكو على مشكل داخل وزارة تجارة ولا التعليم ولا التربية ولا الثقافة نحكو على ازمة حقيقية ان الداخلية تدهم نقابات الداخلية وتكشف حجم المبلغ الذي تمت المصادرته وهو مبلغ لا ندري في اي غاية كانت سيصرف في ظل هو قال شهاري رابو قال شهاري شكري حمالي انا ما نحكيش للي اذا كان يقالوا شكري حمالي بطبيعة الحال واذا كانوا يقالوا شكري حمالي ويقولوا معنا قدام قاضي التحقيق لكن الى اي مدى سيقع احترام حقنا في المعلومة اذا كانش يتحل فتح تحقيق نشوفوا التحقيق ايليا تتعاهد تلقى اي نزم هالتعاهد مليون هذا هو العبث معناها ومصادرت حقنا في المعلومة انا نيابا العومية كان عليها تتعاهد تلقائيا انت كي ما قال لك تلقائيا 10 ملايين تهزوا يبعث وصارت خمسة ملايين وربع ملايين تسعمية تسعة تسعين لا لا ويحكيك وفق قانون الارهاب انا ذاكنا خمسة ملايين واقعت مراجعته وهبط لثلاثة ملايين هذا تلقى ايه انت تعاهد نيابا عمومية ويخرج ممثلها ويعطينا شنية حقيقة ما بالغذية هل اندراه اثبتت مراجعات البنكية انه تم اخراجه مثلا على مرات في مقال ممثلة نقابة ورئيس نقابة ام انه وراء الاكمة ما وراءها واحنا نعيش في ظرف خطير وخطير جدا شكرا موجز مدي ساعة لك